إنما أنت ما تيجي تبص المطش الأولاني أنت لعبت بتلاتة نص ملعب لعبت بحمدي فتحي ولعبت بالنيني ستة ولعبت بزيزو فبالتالي دخلت كمان صلاح ما بقى الصلاح بيلعب على الخط عشان تفلغ له المساحة أنت دخلت صلاح جوه في حضن المدفعين عليك نور في حضن المدفعين وصلاح مش محتاج يبقى في حضن المدفعين صلاح لازم تشتغل واحد اد واحد عشان سرعة صلاح عشان نستغل صلاح فأنت ما استغلتوش في المباراة الأولانية صحيح زياد بصراحة في المباراة الأولانية في الشوت الثاني المدير الفاني المنتخب موزنبيك عمل تغييرين بين الشوتين أنا كنت أتوقع أن مستر فتوريا يقبله بنفس التغييرات الهجومية لأنه عمل تغييرات دفاعية على أساس أنه كان كسبان لعب الرجل بتاعة لتكو مدريد الرجل الباك الشمال رقم 15 دخله مساك ثالث ونزل رقم 5 باك الشمال فقفل عمق الملعب قفل نص الملعب فأنت ما شفتش الحلول تغييرات كانت متأخرة متأخر كمان كمهاجم تاني متأخر جد بالزبط كوك كمان في الآخر نزل وإنت بالك فترة أصلا ما كنتش بيتلعبه فبالتالي هو ما كانش عامل السيناريو السيناريو اللي هو قابله في المباراة الأولى بصراحة يعني محدش كان متوقع أنه يحصل كده أنا فهمت بكلام حضرتك أنه أول حاجة أن إمام عشور لازم يبقى موجود في التشكيلة أنه هو أفضل واحد يلعب رقم 8 صحيح؟ الضبط بحاجة محمد النني وده سؤال الناس بتسأله طول الوقت هل محمد النني مفيد لمنتخم مصر ولا لا؟ هل محمد النني الأفضل ليه لعب رقم 6 ولا رقم 8؟ هل محمد النني مفيد يبقى في التشكيلة ولا أصلا مش مفيد يبقى في التشكيلة؟ لو بتسألنا عن رأي رأيك طبع لو تسألنا عن رأيك محمد النني يبقى موجود دايما مع المنتخب ولكن يما تكون كسبان تنزل النني عشان يعمل لك الاستحواز آه عشان هيوقفي مساحات النني من أفضل اللعبة اللي في العالم اللي ما تعملش مسباص يعني عديك كده من النني بص غلط صح ما تلاقهاش المبارات موزنبيك حتى اللي كانت سيئة جدا بالنسبة لنا هو عمل بس بس واحد بس بالزبط كده بالزبط كده ما تلاقهاش وإنني عنده حاجة أنا بشوف إن هي كان لازم مستر فيتوريا هنا يبقى هو وقف على الخط عارف دي لأن كل اللعبة دلوقتي بتبقى تحت الكرة فإنني يما بينزل في نص المدافعين ما بين حجازي وما بين محمد عب ميني عشان يستلم وكل عشرة تحت يعني حتى الفيرودين أو الفيرود هو تحت الكرة فلازم إنه يبقى بعديه عشان يضرب خط عشان يضرب خط عشان يقدر يلعب فأنت تلاتة موجودين هنا والعشرة تحت فبتاخد وقت كبير جدا 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 الكرة مع بالما تطلع مع بالما إنه يتحرك فأنا بشوف من وجهة نظر الشخصية إنه يلعب كبير جدا ولعب ممايز جدا ولكن أنا شوف المكان ده ستة تحديدا لأ وبتلعب في أفريقيا مكان ده لأ لازم يبقى مختلف لازم العيب يعرف في قطع الكرة وإنه ما بيقطعش الكرة إنت كان موجود طريق حامد في المكان ده دلوقتي موجود مروان عطية في المكان ده فلازم هنا أنشط الكرة أسرع وأنشط بشكل كبير جدا بتيجي عمد إنه يبقى فيه بطء شوي فأنا أعتقد إنه دي نقطة من النقطة السلبية اللي مستر فيتوريا اللي هو صمم عليها في المباراة الأولى والمباراة التانية إنه المباراة الأولى كنت تحتاج سرعات تحتاج الكرة الرتمي سريع عشان فيه رتم مصنبيك ما ترجعش تدافع بشكل عبادة كبير تقطع وتلعب على السرعات اللي موجودة عندك في صلاح في ترزيجي في مصطفى محمد فتقدر هو كمان نص الملعب ملعبش إمام في المباراة اللي محتاج يلعب إمام وزيزه يعني محتاج تلعب اثنين تمانيتين بيقدروا يزيدوا بس الاثنين تمانيتين دول محتاج حد هنا تلعب بقى حمد فاتحي تلعب مروان عشان يغطي لك الحتة دي ويطلع البس بسرعة طائمة